هس انا اضرب تلفون للبرهنة قدامك كده سلام عليكم سعدتك كيف اخبارك ان شاء الله بخير اهي معك ياهو زاته اهي ياهو الكاهن اهي يفهم امورك وشعورك يا سعدة بارك الله فيك بارك الله فيك لولوا مور طيبة الحمدلله من ودا ماااااااااااااااااااا اهي ايه سعدتك يتو موضوعت تعليمات اي شنو ات زاتك اللي بدك تعليمات منه لا لا ما جاءت ات ما جايش زاتك صاحب يعني ات اكبر زول في الكبار كلهم ما في اكبر منك ات اه ات بدك تعليمات منه زاتك يعني ات بدك تعليمات ديها شعرتك يعني ات بدك تعليمات زاتك منه ما في ذا بدك تعليمات انت تتحمل مزهولات اي قرار واي عسكري في الدولة دي تحرك انت براك هل يعقل الكلام ده هل يعقل الكلام ده تغديرات الموقف تغديرات الميدان متروكة للقادة دي مقاعدة عسكرية تغديرات الموقف تغديرات الميدان متروكة للقادة عندي زخيرة بتخليني اقتل العدو ده لكن ممكن اموت بعديها اقتل العدو ولا انسحب تغديرات موقف عندي زخيرة بتخليني ادافع امشي اهاجم بيه ولا بس ادافع هنا بيجي الشغل بتاع القراية انه عندك كم طلقه ونوع الطلقه شنو بدل الان اقعد انتظر بالعدو في سنار ما امشي روك امشي بهناك برا اكبده اكبر خسائر كنت بتكلم مع زول في خطة عسكرية اهلفت انا او نوع من السلاح الجديد اهلفت انا انا ما معاكم ان شاء الله انا وانا قدل دعام دل شد يعني حسي ما فيكم زول مش اسأل البرهان قل له موضوع التعليمات ده شنو ماسكة انت ليه ليه انت ماسكة لما نجينا في الدندر دي احنا قلنا الدندر نموس الجديد للقوات المسلحة انها بدت تتنسحب من حتة وترجع لها تقاتل عشانا تلاتة حاجات حاجة سلام عليكم قلنا تلاتة حاجات منطقة انا مسيطر عليها منطقة بنسحب بخليها تماما منطقة بقاتل فيها انا ما ممكن اشباح في التلاتة قدرة العسكرية وامكانية العسكرية لا تسمح بل عارب الواضح نخده ميدان عديل يا اخوانا ونكون واضحين احنا ما عندنا القدرة انه انا قاتل في كل الجبهات لا استطيع لا تستطيع الدعامي ذاته لا يستطيع الدعامي من انسحب لك من موقع استراتيجي اسمه اللزاع وانسحب لك من موقع استراتيجي اسمه كرري هو ذاته خلاه خلاه مرق خلاه لك الدعامي انسحب لك من الفاشر وخلاه خلاه لك عديل انسحب لك من بابا نوسى خلاه مرق منها خلاه لك عديل رغم اهمية برصدان الدعامي خلاه لك عديل نفس الحكاية مسيطر على حتة في مدني ويقاتل فيك في حتة تانية اسمها سنر. نفس النظرية. انا الحتات الاسم سيطر على وين? والضامن انه الدعامي ده ما بيقدر يهوي بلاها وين? والحتة البقاتلوا فيها وين? والحتة الان انسحبت اللي منها وين? هس دي ما استراتيجية. الكلام ده ما في زرط لا يقول لك يا ملكي بتتكلم. انا بسأل فيك يتب المنطق. سودان ده ما حقكم براكم. ما احنا باديمانا او بارواحنا ما معاكم يا اخوان. واحنا قدمنا الاول ضحينا الاول احنا المواطنين. انا بتكلم مع الجيش الموضوع ده بسيط انه احنا الناس دي لو طلعنا مشينا جبل موية حاصرناه وقدمنا فيه التضحية. يا اخ ممكن الجيش ينسحب ممكن الجيش يموت. اخوانا هتو انتو هزيمة القوات المسلحة انتصار. هزيمة القوات المسلحة انتصار. لما نجي اشوف عربات الجيش دي محروقة دبابات محروقة الجسس بتاعت قوات المسلحة مجدعة. ده ما انتصار. ما بشي عملته لعليكم العقلية اللي بيفكر بيها القايدة بتاعت انه هو يتفادى الحل عشان الضغوط اللي بتعرض لها ما تتفكروا بالطريقة دي امشي اعمل الحل الصح وبعدين تعال نحل الضغوط هيعمل لك شنو انا مخالف تعليمات الليلة في سنار وحمشي جبل موية اسمع العربي ده وعربي بتاع رجال وعربي ما يقع الواطة وان شاء الله الرجال بيسمعوا باقل الله ده احنا متحركين ماشيين جبل موية مخالفة تعليمات بضرب للبرهان عديل ساعدتك كيف اخبارك شاء الله طيب انا ماشي جبل موية حيعمل ليه شنو طيب ما تكلموا مش خايف منه ده الضغوط الاولى ما تكلموا تعالوا نمشي جبل موية ونخوض الجولة مع النازل وننتصر حيعمل لك شنو البرهان اقصى حاجة ممكن اعمل لك الجيش شنو متمرد هو البرهان ده حاسب زلمون سحب احمد الطيب سألوا ده ما انسحب رأسه هذه اللي يعني سلم مدني ده سليم مفتاح سلم سلم مدني السن سلم شارع النيل سلم مدني التاريخ الحضارة سلم تسليم مفتاح سألوا البرهان يعني لما انت في الانسحاب ما تخالف تعليمات البرهان ما يزلك ما يحاسبك خلاص جاسي احنا نخالف تعليمات في الصح عندنا قوة لا يومين اتحركت على الجيلي متجهة للجيلي عشان يكون الكلام دقيق زي ما زول قال لي لانه عارف نحا حاسبه حساب عسير قال لي يا اخي احنا لاحظوا كلماتي دي تحديدا انا قلت متجهين الى الجيلي قبتنا العدو في بعض الارتكازات خسائر يومين الجيلي دي الا انا معارف بل لل ليل رب انا بيرفع الجيلي دي في السماء وبينزيلها لاليا الصباح انا مقعد ارفهم والله هاية الله بيرفع مننا كل المواقع العسكرية دي بل لل ليل يعني بيدضسوها بيقفلوا الحرب هو لاص يا اخوان انا قفلوا الحرب ولا بشنو مفاهم انا وفتحالك ونصروا ساعة آية عبل يا ملك الموت تحرقوا القبود الدروحي, شو يا ده افتحي الصباح والا ما الحريك. ساعة 8 اوا يانا الجنود والبتجاهين انا اما فاهي انا اذاتي انا اما فاهي. يومين ماشي من المعاقيل ماشي الجيل يومين. اوتو قاعدين تمشوا فيه ومشي الغمر ماكل جاكسون دي والا شو يومك دون يومش به حيثة ده كده تسحبوا يعني ولا شو ولا في زول بيجيب الليل بيعمل المشهد بتاع السيمة دك يكون الناس ماشيين كده اواقفين يجوم يحرك الخلفية تبقى شمس سحراء بعد شوية يجيب لك ليل ويزول يكون واقف في حتة وانا ما فاهم في شنو يعني ولا انتو العربات بتاعت التأثيرات دي مركبين في الجهاز بتاع الصالة ده في شريط تحت في التأثير بيلفي حتته ولا هو احلانين ولا شنو انتو همشي خالف تعليمات بعد ما تنتهي من المخالفة بتاعتك وتقدم انتصارك يستشهدت يا قدمت انتصار بكرة الصباح احنا حنجي نرفع الفيديوهات حغلل للربيع يستدعيك اللي بقى راجل اللي ناديك غايد المنطقة والفرغة اللي بقى راجل في البلد دي زول يناديك مهما كانت رتبة تكيمتشنو الزول الحرر نص جبل موية قبل عشر يوم عقيد جمين كوستي غايد الفرغة طبنتاشر ومجموعة من المجاهدين خشا نص الجبل دا عقيد معاش بالمناسبة ما مركب ذاته رتب والله العظيم لكن كاهن بتاع معارك كاهن بتاع زحاو دي الناس اللي بعرفوا الشغلة دي زحاون حمدتي وزحون القاحات زحوا كل الناس اللي بقدروا يديروا المعاركة خدتوا لينا المرجفين دي ال واحد زي الاتراجف كده سوكة دي سوكة دي هجوم اشخطة اشخطة ما هذا قد متحرك خلاص رجع رجع دفاعات لا لا اسحابة 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 انسحبوا انسحبوا وقاعد فيه التنفيه مكتبه وفيه الطابق الخمسين في برصان بيكون برجف انسحب انسحب سنجا انسحب انسحب كلهم عندهم انضغط ما بيتحملوا البل الواحد تلقاو اخاتي شيالة بتاع تحبوب جداهم توسيح شرايين تضييق ما عارف الرئة بتاع ها ها بتوار ليه نفازي بتوار ليه ماش وين ها سنجا اسحابو ها اضربوا ليه ودوني مصر ها كلهم كبكبات وحياة الله جد يجيبوا ذول دواس ذول بلاء ليش بيكون ليك ما من الدك زخيرة انت الدك زخيرة مات ام لا نار هو ذاته ام لا نار بلا انتو يقول لك انقلاب وهس يغيروا لكم البرهان ده يجوكم بيعوا كنت احسسوه شنو انتو يعني حسي بيعوا كنت احسسوه شنو يا قلبت البرهان زحيته انت ما لسه مدعولك انا والله لو ما جاء التعليمات وحياة الله ذاته الواحد شنو احسوه الواحد مقبون الواحد والله من جوه مصارين اتحارد مصارينك ليه انت اتحاردة ليه؟ اتحارد مصارينك ماشي الميتينك ده لديه زول ده في حنانه يا اخي سوي قوتك دي جدي يا زول جدي يا اخي امشي امشي دهك جبل موية ما ماشيت للدعمة صريحة ايك سلام عليكم حج كيف اخبارك الله يبارك فيك شوفي ما ماشيت له بيك حجة الموضوع ده بسيط واضحة واضح 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 الولاد الصغر بسمعه في الله طريقة العادو ده جاي احتل السودان هو ما جاي اعمل ثورة ولا جاي اعمل تمرد مبنى على حسابات اثنية قبلية مناطقية ثرواتية يعني في حركات بتاعت كفاح قالت احنا والله تمردنا البترول ده الفي اردنا ما بندل الدولة تقسموا معانا ستة وستين في المية اربعة واربعين في المية ثلاثة مناصف في مجلس الوزراء اثنين في الوزارة المالية واحد في البترول او الطاقة دي ما حرب السروة انا قاعد في حتة دي في جبل مرة عبدالواحد لا 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 ما عليش ما عليش اول حاجة المقاتل بتاع المرتزغة ده ده اكتر مقاتل مرتزغة مرتف في الكوكب وعدوه بهمر وبيدهب وبيدهب وبي اثاسات منزلية وبيع عربية وعدوه ببيد المقاتل المرتزغة ده ما زي المرتزغة بتاعنا اللي قاعدين في السعودية العساكر الخمسة عشر الفي ديل ديل بيجيهم مرتبات السعودين ما قالوا ليهم بعدين لما انتخشوا اليمن حنديكم حضر موت او تعز اشتهي اركاب او قلل للجبال لا 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 ما في كلام ده ده في اليمن ما بتقدروا ذاتكم حياة الله يطلعوا ميتينكم خليوا خشوا اليمن ده يبلوكم انا مع اليمنين ده يبلوكم كده لما انت اهمنه طيب يا حجة الزول ده وعدوها اللي هو ياخد خش البلد دي والله انا عندي لايف ويكأني ارى بنور الله بكرة اشغلوا ليكم نتيشكم ذاته قلت ليكم السودان دولة جازبة الكلام ده كان في ستاشر ستة الفين اثنين وعشرين في اول ربع ساعة في اللايف قلت السودان دولة جازبة حتجذب كل المرتزغل في العالم لانه الامم المتحدة طالبت واحد من الولاء يجنس تسعة وعشرين الف اجنبي قلت معناها لما الحارب دي تقوم دي النواة المعركة زاتهم حاجة بكر هشغل الكلام ده كويس الناس ديلي يا حجة انت قعدت في سنار هم حاجوك في سنار قعدت في القضارف حاجوك في القضارف المشييت بورصودان حاجوك في بورصودان رغبة الدعم السرع اعلى من عزيمة القوات المسلحة الله 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 ما كان الولد دي يكتب في التاريخ أكتب ليه الحب الحكمة دي رغبة الدعم السرع اعلى من عزيمة القوات المسلحة دليلك شنو ، هو الدعام دا ؟ والله قالوا لأ طين ماشي سنجة ، قالوا ليه خريف ماشي سنجة ووحل في البحر الان هو مشى اغير مناطقه العسكرية والمعاركية مشى على النيل الابيض لانه فيها رملة شوية كده الحركة فيها اسهل منه والله العظيم تخش هنا توحل في الكوة دي وحيات الله توحل ليلة تندهين وحيات الله ما تتنفذ ذاته لاتم بده يفتشه حتى الصور العمل اللي يكون كيكل ده ما بوريك انه نقل المعركة وين عشان يتفادشنه فهو عنده رغبة قوية بتقابل عزيمة ضعيفة من القوات المسلحة اول من الدفاعات تلولة تتضرب بعدين يجي وقل ليك والله ياخد جيش انسحب طيب اخوان انتم ما تقود الدفاعات ده اول بل اول حسنا نحن نتكلم في موضوع الدفاعات ده تسليح الدفاعات خدت لي قرانوف وخدت لي اربي جي واحد وفيه دفاعات ما فيها اصلا تاتشر وما بيأكلوا ولا يشربوا ما حتسقط حتسقط مفروض بالخطة العسكرية انه المدافع يكون قوي عشان يقدر احسم تلاتة اضعافه لما انت ده عامل الدفاعات ده اخواننا في الكلية الحربية وانتوزيع السلاح حقها واخد دبابة هنا ودوشكا واخد سناي معمولة بغرض انه انا اكون مرتكس اضرب وادمر تلاتة اضعاف يعني الارتكاس بتعجيش لو فيه عشرة بالحسابات والرياضيات العسكرية المفروض يدمر كم؟ تلاتين معروفة وبكبد العدو خسائر اكبر من الخسائر الممكن اكبده ليه لو انا طاردته يعني المعركة اللي حصلت في سنار معركة تكتيك عسكري ممتازة يعقوبة بعد داك انه امشي اطارده هو ما ماشى بعيد ما قاعد ليه فيه جبل موية امشي لو في جبل موية ممكن با نفس النظرية العسكرية انه انا لو مشتلاه هو مرتكز يقبضني خسائر ثلاثة اضعاف انا امشي لو ستة اضعاف خلي الثلاثة دا لمشوا ليه الله كلهم شو هدا امشي ستة اضعاف هو متوقع انه يدمر مني تلاتين انا امشي لو ستين متوقع يدمر مني ستين انا امشي لو مية وتمانين ما رياضياتك عن انت تسوي شنو يقول لك تضرب وطرح الميدان وحس ان شاء الله خطة عدنا خلاص البروف النهاية خرابيت الجيش خرابيت ميتين ام الجيش والله العظيم خربطوا لك كده اش بيكون مصطلحات والمصطلحات بيقات محفوظة وركيكة وهما ذاتهم بيخلوا ذات ويكرروا عليكم ايه انت ما دار تمشي بس